حديثك حكيت عن إكزامبل جورج واشنطن وشارل ديغول حيخد إكزامبل الأسهل بتصور كمان الناس بتعرفه أكتر وهو ديغول واشنطن قيم بمرحلة تأسيسية شارل ديغول بفهم بهيدا المنطق قيمه بعلاقات مع دولة أخرى سابقة لتولي السلطة وعلاقات بنية حتى يعني لجألة أصلا نحكي مع بريطانيا ولكن الفرق الأساسي إن شارل ديغول قام بهذا الأمر وحاطت مش بس الشعار حاطت الوسيلة اللي يمكن تفشل اللي يمكن تنجح اللي هو مقاومة محلية ما كان في بأول فترة تكون فيها قدرة مسلحة ولكن هو بصفته العسكرية كان بده يستولع السلطة من خلال حلفائه والجهاز العسكري أما بلبنان وقته طرف بفهم أكاديمياً واحد يطرح الموضوع ولكن إذا بدنا نحكي الفكرة وتطبيقاتها مع معظم القوى اليوم وقته يكون فيه تيار المستقبل أما القوات اللبنانية أما التقدم الاشتراكي أما أي حزب يطرح علاقة مع السعودية ويشارك بالسلطة بصورة عادية وما يقوم لا بعمل انقلابي ولا بعمل مسلح شو مؤدة هايدي العلاقة الخارجية غير وبالنسبة لناس مشروعة أنا مني مع هذه الفكرة أنه أنا ما عندي القدرة المحلية أنقوم بهذا الشي بعرف هذا الأمر أنا عم بتكل على القوة الخارجية بتقاطع أقليمي بظرف يجي هني يشلولي سلاح حزب الله لأن أنا ما عندي قدر أشيله أما هني يردعوا التدخل الإيراني ما بعرف كيف بس أنه بسي عندهم قوة محلية تيقدروا يعملوا هالتوازن بهالنوع من العلاقة التي هي تعتمد بصورة أساسية على القوة الخارجية لأحداث تبديل داخلي منكون عم نكرر شيء إلو بالبلد ماشي من 1920 فعن نرجع قبل قوة خارجية تستبدل نفوس قوة خارجية أخرى بينما شالد جلو وقتها وصل للسلطة وخلصنا من حكم فيشي فعليا صار هو على صدام وكان عنده المقدرات لأنه بقت فرنسا عنده استقلالية داخليا أولا مع البريطانيين بكتير بالمحطات وثم مع الأمريكيين بخلال فترة الستينات كلها على الرغم من خلافه أيضا مع الشيوعيين تاني مال بقدر يخلق موقع مستقل لأنه فيه موازين قوة سمحت بهذا الأمل أما اللي بيصير بحالة أنه أنا اتكي العقوة خارجية من موقع ضعف لأنه لبنان بلد صغير تحديدا لأنه بلد صغير وأنا ماني قادر على ده الموضوع نطلع من مشكلة نتما كان قبل نتوقع نحن وصغير أنا بكرة بيفل السوري وبيمشي حال اللبنان يعني أنه هالقات بسيطة من هيمنة خارجية إلى هيمنة خارجية لأنه العلاقة مختلة ومثل سعد الحريري مبارح أنا لفتني شغلي كل الاستطلاعات من الجهات اللي بتقوم باستطلاعات خاصة بالانتخابات نيبية تؤكد وكلهم أنه فيه تراجع عن سعد الحريري ولكن سعد الحريري هو الجهة الأقوى في البيئات السونية على الرغم من هذا الأمر وقته من سنة 2017 16 خلال نقول الافتراق اللي صار بينه وبين المملكة العربية السعودية قدت أنه دوره السياسي هلأ ينسحب من الانتخابات لأنه ما في دور معطى من الخارج بالأثار بلا أفق أنه أنا شو عم بعمل بقى ها هي أنا بلاقي أصل العلي وهون ماني عم بعمل إكويفلنسي لأنه ما في توازي بالعلاقات بين الجهات يعني اليوم بعتقد الطيار الوطني الحر علاقاته بالخارج غير حسب الله علاقاته بالخارج مع إيران تحديدا ولكن منطق الدور السياسي المعطى بحسب عنوين أقليمية مثل ما كان على أيام ثمانية وأربعة عشر أنه يا نحن هون يا نحن هون كل واحد بعتبر إذا انتصر فريق ورح يمشي حل البلد وفي ناس استشهدت ما راحوا ضحايا هذا الصراع لأناعة مش أنه واحد زلمت إيران يعني فيه كون الأحزاب هي عند علاقة بإيران ولا بالسعودية بس على الصعيد الشعبي في ناس ما بتنعى أنه فعليا بده يصير في حل هون وإذن نكتشف أنه مين ما صار إله غلبي ظرفية نوع من الغلبات دايما معتندي عواقع خارجي بتنتهي آخر شي بطيارة بيقضوا كلهم فيها بيروحوا على الدوحة وبثلاثة أيام بين حال مشكلة أنا اللي عم جرب أعمل الصورة مقلوبة من جوات البلد هون بلبنان شو القوة الشرعية اللي عم نعملها مش قوة مسلحة القوة بالشرعية السياسية اللي عم نخلقها لا طرحنا وقتها حتى أربعتاش قدار إجوا على الحكم تقاسموا آليات الحكم حتى بالسنة ونص اللي ما كان فيها حزب الله جوات مجلس وزراء أفضلنا بلا موازن أفضلنا نعين جامعاتنا على الحل أفضلنا يكون عندنا فرع معلومات بوجه الأمن العام هون تشليع الدول انطلاقا من الانتمئات الخارجية هو عكس فكرة السيادة نفسها أنا بدي سخر دولتي تيسير عندها سيادة بقى هون من عم بيخلق توازي مع حالة علاقة حزب الله بإيران بعلاقة آآ مش بعرف من القوات مع السعودية ولا غيره بس حتى المصالح المحلية ومن يحكم هالمصالح من تاني ما جامعة حزب الله إذا بتطلع بالتمويل والجمعيات والجامعات والمدارس والإعلام أغلب التمويل ما بيجي من إيران في قوة موازية هي الصفت باور يعني خلال نسميها على عكس الهارد باور اللي عند إيران حزب الله تحديدا من بلد بسلاح على الأرض هي تاني ما حال وإذا البلد شراكي بين هون المشروعين فلو الأفريقاء وأنا من معلن وأنا برأيها بتاخد حرب أهلية وهون معضلة لو الفريق عم بيتصرف بطريقة دجولية تحرورية ببناء قوة شرعية داخلية ترجع هي تحكم بلد قد يكون مفهوم المنطق بس بالنسبة لأهالي المنطق بيصير بائرة بس بيقروا مع الحالو نحنرجع نحكي موضوع حزب الله والسلاح والأفديالات تماما بس نقطة سريعة جاد لحطنا أنفهم غلط أنا لا أقول احتراما لذكر الجنرال دجول أنه في حدا بلبنان هو الموازي الأخلاق لها دجول حطنا أنفهم غلط أنا بس كنت عم حاول أعطي مثل أنه لا بأس يعني من منطق عدو عدو صديقي هو منطق طبيعي بالعمل السياسي لسيما في ظروف اختلال موازين القوة هيدا نقطة نقطة تانية أنا ما رح دافع عن قيادات 14 أدار أنا لو بدأ دافع عن قيادات 14 أدار كنت بعضنا بحزب من أحزاب 14 أدار أنا اللي بدأ لك الفساد على سيئاته شيء والاختيالات السياسية والعنف المسلح وأن يكون في عندك مليشي مسلح بالبلد شيء آخر يعني أنا ممكن تخير حالي أنت عم تقول لي طب شو الفرق رح قل لك شو الفرق أنه إذا نحن خاضعين لفاسدين ومرتبطين بالسعودية السياسية يا أخي طب فينا نناضل ضدهم أنت بتناضل ضدهم بكسروان أنا بناضل ضدهم بنعمل حركة وطنية لبنانية وأنا هيدا عم راهن عليه ضدهم كلهم يعني بما فيهم ضد قيادات 14 أدار أوكي ولكن وقدرين نعم الفرق ولكن إذا فيه بوجنا كجاد وكهشام كهالشباب يلي هن صاروا يعني مستقلين إذا فيه بوجنا بندقية يا جاد وإذا فيه بوجنا طريقة بممارسة العمل السياسي تعتبر أنه الاختيالات يعني لأ ما فينا يعني هون الفرق أنا فيه واجهة 14 أدار واجهة بالفكرة واجهة بالإعلام واجهة بالنضال السياسي الطبيعي وإذا ما قدرت إغلبها بعد 4 سنين بيغلبها بعد 8 سنين بس أنا ماني قادر واجهة البندقية والعبوات الناسفة والاختيالات والسلاح غير الشرعية من هون برجع بقلك بمنطق الريال بوليتيك يعني الواقعية السياسية لا ساعتها بنحاز للأقل سوءا بمواجهة يلي أنا بشوفه الأكثر سوءا يلي هو الاختيال يعني يلي هو يلي شيء ذكرت ونقطة أخيرة جاد لا يجب يعني واحدة من الاشياء يلي إذا بدك متمرد علي أخلاقيا بيصير اغتيال وراء اغتيال وراء اغتيال وراء اغتيال وبيضل مكفين يعني كأنه لا لا أنا بالنسبة لأيلي إذا بتسألني شو المعضلة المركزية في لبنان قبل حتى قبل الفساد قبل الانهيار الاقتصادي أنه في حدا بيعطي رأيه بيختال لأنه قال قال رأيه ميارس السياسي بهذه الطريقة ما بحطة أخلاقيا وسياسيا مع جهة أخرى متهمة بهذا الموضوع